نروح تاني لخبر اخر اللي عمل لغت كبير جدا بعد وصول الزمالك لنهاية كاس مصر مرة واثنين وثلاثة جمهور عريض وكبير بنحترم وجهة نظره وبحترم وجهة نظره ان هو قال ان جروس يبقى هو المدير الفني وان مرتضى منصور اتفق مع جروس ما ينفعش مرتضى منصور يقول خالق جلال لان ممكن بعد مطشين ثلاثة النتائج ما تتحسنش فهو بالتالي يتدخل في شغل خالق جلال او يتم اقالة خالق جلال او يحصل تنازلات من الجهاز الفني المصري وخالق جلال وبتدي المواضيع تبوس تاني ده كانت وجهة نظر جمهور عريض من جمهور نادي الزمالك ورأيه يحترم كان وجهة نظري انا او وجهة نظر كابتل رد عباقيل او وجهة نظر ناس اخرى او وجهة نظر ناس من جمهور نادي الزمالك شايفين لا خالق جلال لازم يكمل خالق جلال مش يعني فكرة ان احنا لازم نقارم المصري بالمصري نقرن تجربة مؤمن سليمان نقرن تجربة محمد حلمي نقرن تجربة طريق يحيى مش كده المقارنات بتكون مختلفة احنا دايما ما بيجي نقيم بنقيم شخصية المدرب قدرته على التعامل النفسي مع اللعيبة قدرته على وضع تشكيل عينه قدرته ان هو يكون كوتش مش مدرب بيعمل جماليات في التدريب وتدريبات جديدة لسه وصلة من ايطاليا والمانيا والاسبانيا لا النادي زمارك بيكون محتاج كوتش كوتش بيعرف يحط تشكيل وبيعرف يحط خطة وبيقرى المهاجم بيعرف الفريق الاخر وبيعرف يغير هي دي قيمة المدير الفني ده بياخد ملياراته ملايين خالد جلال عنده الحتة دي وخالد جلال بقاله اكتر من 18 سنة مدير فني في دور الدرجة الاولى به بيكتسب خبرات دايما احنا حطين في دماغنا ان المدرب اللي هو محترامي وهو الاسماء كتيرة مدربين دايما بيضربوا في الممتاز بنتكلم على مدربين بيضربوا في فرق لا تفضل لا تنزل قسام عرابي عماد النحاس سمير كامونة اسامي انا بقول لكم اسامي كابتن محمد عامر فترة اسامي بتتحرك من هنا كابتن طريق يحيا كابتن طريق العشري نقول مين تاني يا جماعة محمد فيه مدربين لنادي واحد فقط محمد عودة للمقولين بس احمد رمزي فاكرين ايام زمان كان للزمالك بس ما ضربش غير للزمالك بس علي ماهر ابتدى وجه جديد حسام حسن ضرب الزمالك وكان يأمل انه يضرب الاهلي الباب مقفول قدامه بيدرب المصري وحصل نوع من خلاص الحب ما بين حسام ومصري وكان اصبح ممكن حسام حسن يبقى أرسن فينجر نلاقي حسام حسن بقاله اكتر من 20 سنة هو المدير الفني للمصري كل شيء وارد اهاب جلال نجح وراح الزمالك ما نجحش ليه دايما حطين في دماغنا مجموعة من المدربين بيتنقلوا من نادي الآخر سواء نجحوا او ما نجحوش طب شفنا تجربة مؤمن سليمان نجحت في بعض الاحيان ولم تنجح بعد كده حمد يوسف نجح مع الاهلي ويعني نجح في العراق مع الشرطة ما نجحش في مصري تاني ما عندها اخرى ليه ما نجربش خالد جلال وجه جديد ليه دايما شايفين ان المدرب اللي هو يعني مالوش ظهير اعلامي كده يبقى هو لازم ونمر اتنين انا بخاطب جمهور نادي الزمالك في الوقت ايهاب جلال اللي كان عامل طفرة في المصر المقصة واتحارب من بعض المنتميين لنادي الزمالك والرموز اللي قاله ما ينفعش واحد مش ابن النادي يدرب وكنا وقفنا في ظهر ايهاب جلال في ذاك الوقت لقيت جمهور الزمالك بيتغلب 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 وهو وقف في ظهر ايهاب جلال طيب خالة جلال عمل شكل مختلف احنا مش بنقول خالة جلال بيكسب وخلاص لأ خالة جلال بيكسب يلعب جماعي تحرك بدون كرة تحول من الدفاع للهجوم الدفاع بقى افضل الهجوم والفرص بقت افضل اللعيبة نفسيا بقت افضل استطاع ان ينفوز على الاهلي فرق كبيرة بقى الاهلي والاسماعيلي والاسيوتي والانتاج الحربي فرق عملت شكل كويس جدا في الدوري وبطل الدوري وتاني الدوري والفريق اللي معرفتش كسب ورايح جاي الانتاج الحربي فيعني عمل حاجة كويسة ليه ما ندلوش فرصة ليه التخوف وجهة نظر ناس ضد مرتدة طول الوقت وناس حتى انا كلمت حازم امام النهاردة والله الكبير حازم قاعد يقول هو ليه دايما لو احنا قلنا وجهة نظر يبقى مثلا لو وجهة نظر دي متفقة مع رئيس الزمالك يبقى منطب لرئيس الزمالك مع اننا وحازم اكتر اتنين مختلفين مع رئيس الزمالك ولو قلنا حاجة ضد مرتدة يبقى احنا بنحارب نادي الزمالك القصة هنقعد ايه لو انا انتقضت اهاب جلال انا ورد عبد العال يبقى احنا بنكره الزمالك وعايزين نهده لو انا وقفت في ظهر خالق جلال وقلت ده مدرب كويس ومدرب يبقى احنا عايزين نهده الزمالك يعني ومين قال النجرس هو معاه السحر كله وهو اللي هيخلي الزمالك ياخد كل البطولات ويتقلق خصوصا ان السنة الجاية الزمالك مش داخل في بطولة افريقيا اللي انديه ابطال الدولي يعني انت مش جايب مدرب عالمي عشان تلعب معاكم فيدرالية لمدة 6 شهور فقط لان شكل الكون فيدرالية هتبتدي شهر 12 وهتنتهي شهر 6 عشان البطولة بعد كده هتبتدي شهر 8 فهي بطولة مجمعة استثنائية كده هتتلعب في 6 شهور وبالتالي ايه اللي بيحصل انا 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 مش فاهم الناس عايزة ايه انت ليك وجهة نظر تحترم غيرك ليه وجهة نظر تحترم القصة مش قصة انت معها مرتضة او ضد مرتضة لو انت بتشخصن المواضيع او بتحب فلان او بتكره فلان كل واحد بني ادم بيبقاله وجهة نظر ورأي اشتركوا في القناة